وصل الرئيس الكوري الجنوبي مونجاين إلى قاعدته أندروز الجوية قرب واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة على متن الطائرة إيربورس وان بعد ظهر يوم الأربعة ذلك بالتوقيت المحلي حيث بدأ زيارة عمل للولايات المتحدة مدتها خمسة أيام هذا من المقرر أن يجتمع مونجاين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة بالتوقيت المحلي يذكر أن قضية شبه الجزيرة الكورية موضوع حاسم خلال المحادثات وكان مونجاين قد صرح في العاشر من الشهر الجاري بأن سياسة إدارة بايدن تجاه كوريا الديمقراطية هي اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لتحقيق الهدف الأساسي أي النزع التام للأسلحة النموية من شبه الجزيرة بشكل مرن وتدليجي وعملي مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية ترحب بذلك